رقم اثنين حتى الشخصيات المدنية المتواجدة مع هذه القوى في قوى الصدى في تنوعها الطائفي والقومي بكل المشارك هي على يقين أن هذه الطبقة السياسية انتهت ولكن هناك أمور كثيرة تتعلق بالجغرافية الانتخابية وتتعلق بالتنكين والآخر يجب أن تعرف أننا موارد المادية ليست تلك الموارد الكبيرة حتى نمكن أعداد كبيرة جدا من المرشحين أو المرشحين النوحين حتى هذه الشخصيات التي ارتضت لنفسها أن تكون أحزاب ظل أو تحت سلطة هذه الكيانات السياسية أو التحالفات تحالفات الظل ما بعد الانتخابات ستجدها تعود إلى المشروع المدني هذه النقطة سجلها علي وتذكرها جيد هاي المستقلية رجعوا؟ لا 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 قضية المستقلية رجعون إلى المشروع المدني وراح يكونوا الأدوات معارضة اثنين أثنين آني بعد الانتخابات لا نجبت شيء هم راح أسمع قضية التغيير من الداخل والتغيير من داخل العملية السياسية ماذا؟ مثلا؟ أنا تحدث عن انتهاء العمر الافتراضي لهذه الطبقة السياسية التي لم تستطع لحد اللحظة تحقيق أي شيء اليوم موجود هذه الشخصيات المدنية أحزاب ضيء إلى آخر يبقى مختلف التسميات المسميات راحت بشكل أو بآخر سجل علي هذه النقطة بشكل أو بآخر بعد الانتخابات راح تشوف هذه الشخصيات التي تم التهم عسكوا بهم جزء منهم فهم سلطويين محاصصاتيين للنقع ولكن هناك شخصيات فرضت عليها الطبيعة الانتخابية التواجد أنا بدأ أبرر هذه الملاحظات كبيرة سجلناها على الكثير من الشخصيات التي ارتضت لنفسها ترجمة نانسي قنقر